عشانك سؤال في الإطار ده يعني لو أنت في إقدارك نادي الزمالك وأنا عايف أنت ما بتجاوبش إجابات جمال هداية يعني وجاء لك عرض بعشرة مليون دولار مثلا في زيزو وأنت عندك أزمة طاحنة لها علاقة بإقاف قيد ومستحقات لعبين واوا أنا عايف أنت أسأل سؤال صعب تبيع ولا لأ؟ عاستو الديناء عارف ليه أنا طبعا أقولها لك أنا من أحيانا الناس بس الجمهور بيبقى متضايق وزعلان بس أنت ممكن أن تبيع لعب مهمة عندك جدا 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 وممكن يقصف الفرق في سبيل أنك تشتهي لعيبة جديدة وتحل مشاكل بقى الفريق وأنك تحل أجابك بشكل حلو أنا عادت رجع عشان سيبك تفكر مين اللي بيجيب اللعيب؟ مين؟ الإدارة حلو قوي الإدارة دي حضرتك دلوقتي كراجل رئيس نادي مهما كانت رؤيتك وجهة نظرك هل أنت فعلا عندك المقدرة أنك تعرف تنقل العيب كويس وتجيبه؟ أكيد لا مدير فني صح الله غلط طبعا التخصص هنا يا كريم هو الأساس إحنا في مصر هنا ما عندناش التخصص وصلت؟ لأ أنا حاسيت أنت يعني إيه قففتني من الشارع اللي ورانا عشان أنت حاولت تبيض عن السؤال لا 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 هاولها لك تاني هاولها لك تاني دلوقتي ببساطة شديدة هتجيطر ديكيب واحد قريم من زيزو من زيزو زيزو خلاص يا حمد تفيين أنه أفضل لاعب ومش لازم تجيب زيزو بالزاف بس ممكن تجيب لعيب قريم منه ممكن تجيب اتنين لعيبة كمان حلوين مع التلاتة اللي فضلينك بقوا بستة بدل ما عندك تلاتة واربعة لعبين سوبر بقى عندك ستة أو سبعة أو تمانية سوبر لما خدت الفوز دي وستسمرتها بقيت عايف تشتري الصفقات وتمش عايف تشتري الصفقات دلوقتي تعمل كده على فكرة أنا برضو مش بقول كده إنه الزباك لازم بيبيع زيزو لو الزباك عنده حلول تانية يريد زيزو يكمل مع نازل الزباك عشان جميل الزباك ما تبقى على آخر سنتي لو بقاش عندك حلول تقول لا مش هبيع زيزو وتسيب كل الأزمات دي موجودة ما وزيزو كان موجود والفريق ما عملتش حاجة ثانية فايا درغم إن زيزو لوحده كان أحسن لاعف لو عندي حد بيعرف يجيب العيب كويس هبيع زيزو ببساطة لو عندي حد بيعرف يجيب العيب كويس لإن أصلي زيزو كان جاي إيه قبل ما هي جيناد الزمالك حدش عرفه صح جيناد الزمالك بقى أحسن لاعف في مصر طبعا ماشي طبعا فلو عندك حد يعرف يجيب نوعية زيزو وبالاشه وكتير قوي على فكرة على فكرة القصة سهلة جدا أكيد الموضوع سهل جدا الموضوع سهل بس إزاي إنت تعرف تشتغله صح إزاي إنت تتنظمه صح معه معه لعبت الكورة كتير وكويسين وكولة عالي موجود هو حمدي فاتح قبل ما يجي النادي الأهلي كان بلعب فين امبي قبل امبي مش فاكرا النادي درجة تاني طريح حامد قبل ما يلعب في الزمالك فين في اسموحا صح قبل اسموحا كان درجة تانية صح الموضوع سهل صح زيزو كان محترف برقه كان حد يعرف عنه حاجة لا لما جيت الزمالك بقى أحسن عيب في مصر مرهان داود لما اتخذ المنتخب كان لسه رايح امبي من في درجة تالتة من الشمس من في درجة تالتة من الشمس بالزبط أنا عارفه عارفه وكنت متابعه يعني أصد انت فيه من نطة يعني على طول فاق فاق كان اللي بص يعني عشان كان فيه مدرب في المنتخب بص بص كويسو حيل واقع المدرب اللي بص صح العين اللي شافت صح العين اللي جابت صح انت هتعرف تجيب أو هتعمل تخصص في شغلك هتنجح صح إنما هتبقى انت سوري باللغة البلدي انت مقاول وبالنا رايح شوي مش هانف مش هانف طيب